السلام عليكم ازايكم يا جماعة عاملين ايه? النهاردة معنا فيديو جديد عن سلوبة البيبيهات او الاطفال. ده طبعا سلوبة اولادي بسبب الالوان. انت ممكن اه تغيري نونه اه بنكات فوشيات اه احمرات هي بس الفكرة في الطريقة. ان شاء الله هنشرح في الفيديو ده كل حاجة خطوة بخطوة. وفي بطرون برضو هنشرحه في الفيديو بازن الله. انا استخدمت خيط كرتوبة. وطبعا المارك بتاعنا والمقص والابرة رقم اتنين. انا دايما بحب افتح السوف او البقرة من النص علشان ما ما تتبهدلش معي ويبقى الموضوع اسهل اه في الشغل. ده جدول في اه كل الاعمار من بداية اه يوم لحد اه تمان سنين. اه المفروض نبتدي بكم سلسلة. احنا النهاردة هنعمل تمانية وستين سلسلة. علشان بعمل صلوبة بيبي لسه مولود. هنبتدي مع بعض بسم الله. هنبدأ نعمل اول حاجة عشر سلاسل. بعتذر بس على صوتي تعبانة شوية. وبعتذر كمان على الابرة مش نضيفة. اه يعني بسبب كنت بشتغل حنة ويعني اتوسخت مني ولا شغال حنة. دلوقتي انا عملت اه عشر سلاسل. هنبدأ نحط المارك بتاعنا علشان اه نعلم علشان يبقى اسهل عليكي. ما نقعدش نعد في السطر اللي بعد كده. بعد كده هنبتدي اعمل اتناشر سلسلة. اه السدر ده المربع اللي بيبي لسه مولود اتعمل قبل كده على القناة. بالتفصيل الممل هسيبهو لكم في علامة الايفو. انا دلوقتي خلصت اه اتناشر سلسلة. هبدأ احط المارك بتاعي. اه في ناس كتير بتبعتلي هونت بتجيبي الماتيريال منين. برضو انا اه كنت عاملة فيديو قبل كده في كل العنوين وكل اه الكروت اه بالتليفونات باسماء المحلات. هسيبهو لكم هو كمان في علامة الايفو. علشان كتير بيسألني بتجيبي الصوف منين. بتجيبي شغل الخرز بتاعك او الماتيريال بتاعة الخرز منين. اه انا مش ببيع عشان الناس كتير بتاعوا تسألني على الاسعار. لكن اقدر ان انا اه احط لكم اه الفيديو اللي وقت في علامة الايفو. اه في كل التليفونات ممكن تسألوا المحلات على طول منكم لبعضيكم. لان والله انا مش ببيع. انا تقريبا كده حطيت كل المارك بتاعتي واحدة على عشرة واحدة على اتناشر وبعدين عشرين وبعدين اه اتناشر. واخر حاجة طبعا هتبقى عشرة. يبقى هنشتغل تمانية وستين سلسلة. عشرة اتناشر عشرين اتناشر عشرة. وبكده اكون خلصت السطر بتاعي. نبتدي بقى السطر بعد كده عشان اطلع بالعمود. هعمل اتنين سلسلة. وبعدين ارجع اه اقفل في واحدة وهشتغل اهو اول عمود. وبعد كده هشتغل في كل سلسلة عمود. لحد ما نوصل لعلامة المارك اللي احنا حطينها. هقول لكم الوقت هنشتغل فيها ايه? انا بشتغل بالروحة. آآ علشان الناس المبتدئة. آآ آآ تكون مركزة معي خطوة بخطوة. والخطوات دي اللي هو السدر المربع انا عملته في فيديو بالتفصيل الممل. بس انا في الفيديو ده هصرع شوية علشان آآ انا عاملة السلوبيت كله على فيديو واحد مش عايز اقسمه. دلوقتي انا وصلت لعلامة المارك. هنبدأ نعمل فيها ايه? هنعمل اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود. وبعدين اهو اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود. وهكمل بقية السطر. آآ عمود فوق كل غرزة سلسلة. نيجي بس عند او عند العلامة اللي فيها اللي احنا حطينها دي. العلامات اللي احنا حطينها آآ على راس كل آآ غرز. هنشتغل فيها اتنين عمود. اتنين سلسلة اتنين عمود. لكن بقيت السطر كله عمود فوق سلسلة. هنكمل السطر بتاعنا بنفس آآ الطريقة. كل كورنر هنعمل فيه اتنين عمود اتنين سلسلة. انا دلوقتي خلصت اول سطر معايا. شايفين اهو? كل كورنر الاربع اركان بتاعتنا. هنعمل فيه حوار اتنين عمود اتنين سلسلة اتنين عمود. السطر اللي بعد كده هنبتدي برضو تلات آآ سلاسل في الاول اللي هم بداية العمود. وبعدين هنكمل فوق كل عمود عمود عادي. لحد ما نوصل للاركان بنفس الطريقة هنحط فوقيها اتنين عمود واتنين سلسلة واتنين عمود. يبقى كل السطر عمود فوق عمود. معايدة الاركان فقط هي اللي هنحط فيها اتنين عمود. اتنين سلسلة اتنين عمود. اهو وصلنا للركن الاولاني. هنحط زي ما اتفقنا عمودين. وبعدين اتنين سلسلة. واتنين عمود. وكده نكون خلصنا اول كورنر. وهنكمل السطر بنفس الطريقة اللي انا بشرحها دي. ده الباترون اللي احنا ماشينا عليه بس مش واحد وخمسين. احنا شغالينا على تمانية وستين. آآ عشر اتناشر عشرين آآ عشر اتناشر. هنكمل الشغل بتاعنا بنفس الطريقة. اول آآ اول السطر هنعمل التلل سلاسل بطان عشان نعمل اول عمود. وبعدين هنشتغل فوق كل عمود عمود. لحد ما نوصل لكل الاركان زي ما اتفقنا كل الركن هنعمل في ايه? اهو الركن الاولاني اتنين عمود. اتنين سلسلة اتنين عمود. طبعا نخلي بالنا كويس جدا واحنا شغالين باللون الابيض. علشان بيتوسخ بسرعة. فنحاول نخلي بالنا في الشغل علشان ما يبقاش او يبقى شكله مش لطيف. انا بحاول اواريكو سطر سطر. آآ آآ الشغل بيكبر وبيبقى شكله عامل ازاي? بدأ يتعمل الحردة بتاعة الكمة اهو. آآ ده السطر اللي بعد كده كده تقريبا عملت اربع سطور. شايفين الشغل بدأ يوضح معي. آآ ده السطر الخامس. شايفين الاركان. تقريبا انا كده آآ بحاول بس قعد للشغل عشان تشوفوه. انا كده خلصت آآ ست سطور تقريبا. وانا مش هحتاج ازود عن كده. تمام? آآ حاولوا تقيسه بمزهورة طبعا انا ما كانش معي في الوقت ده مزهورة. انا تقريبا عملت اتنين وعشرين صمتي. آآ بداية السدر هقفله بقى دلوقتي زي ما انتم شايفين. انا عملت اتنين وعشرين صمتي آآ ده لبيبي مولود وممكن يعيش معي شهرين كمان او تلاتة بالكتير. بدأت تقفل بالمارك بتاعتي آآ الكمام علشان آآ تسهل معي في الشغل. هيبقى بالمنظر ده بازن الله هنبدأ نلوقتي نقفل. هنشتغل بدايتنا تلات غرز سلسلة عشان نشتغل اول عمود في اول السطر. وبعدين هنكمل لحد ما نوصل للمارك وهوريكو هنشتغل ونقفل مع بعض حرة الكم ازاي. انا الوقتي كملت ودلوقتي هحط الابرة بالشكل ده آآ تدوس على الاتنين او تخش في الغرز في الحتتين. وحبدأ اعمل العمود. وهدخل تاني الابرة مع الاتنين مع بعض. وحبدأ اعمل عمود تاني. وبعدين افتحهم بالشكل ده. واكمل هنا عمود او اتنين تاني. وبكده اكون خلصت قفلت الحردة بتاعتي. لو آآ الحردة دي آآ عايزها تبقى اوسع. ما تقفلهمش الاتنين مع بعض بالشكل اللي انا وردهلكو ده. ممكن تقفلي عمود في في يمة او في ناحية. وبعدين سلسلة وبعدين عمود في الناحية التانية. هيعمل معاك على واسع. لكن انا عايزة ينزل آآ على زي ما هو. مش واسع. انا بكده تقريبا قفلت السدر كله. بس طبعا مش هقفل الجزء الامامي ده خالص. انا كده عملت السطر تاني. بوريكو هنفضل ماشيين السطور اللي بعد كده. فوق كل عمود عمود. مش هنزود ولا نقص. علشان انا عايزة سلوبتي ينزل آآ حتة واحدة. مش واسع قوي ومش مديق ولا اي حاجة. عايزة ينزل زي ما هو كده. آآ الجزء اللي في النص ده الامامي اللي هو مفتوح ده. آآ انا عايزة يفضل مفتوح عشان اقدر الابس البيبي بسهولة السلبت. ممكن تركيب فيه سستة او زراير حسب ما انت عاوز. دلوقتي انا بدأت ادخل لون تاني. الالوان دي براحتك. آآ انت حرة في الالوان آآ ده بيبي ولد. فبدأت ادخل معايا بني. آآ هشتغل فوق كل عمود عمود عادي. وبكده اكون دخلت اللون التاني. زي ما انتو شايفين. مش هزود ولا نقص. بس آآ انا كده تقريبا عملت ترتاشر سنتي. آآ اللون البني كان آآ سمكته او اطخن من اللون الابيض فهتحسوه في الشغل آآ اتنفخ شوية او زيت شوية. آآ عادي هو مش مدي شكل وحش. بس هو آآ انا ما اشتغلتش زيادة ولا نقصان. حفظة لقيس كل فترة لحد ما وصل للمقاس اللي انا عاوزاه. انا عايزة تقريبا اقفل على آآ تلاتين سنتي حبدأ اقفلهم الاتنين مع بعض. لان تول البيبي يعني السلبتة هيبقى في حدود اربعين حاجة واربعين بحاجة بسيطة. انا قفلت على واحد وتلاتين. وبدأت اقفلهم الاتنين زي ما انتم شايفين مع بعض. عشان ابدأ اعمل الرجل الاولانية. المفروض ان انت تشتغلي الرجلين مع بعض. آآ قفلتهم بمرك زي ما انتم شايفين. المفروض تشتغلي الرجلين مع بعض علشان ما يبقاش فيه رجل اوسع من رجل. او رجل اطول من رجل. آآ نصيحة يعني. تشتغلي الاتنين مع بعض عشان الموضوع يبقى بالنسبالك اسهل. انا بدأت اشتغل فوق كل عمود عمود. زي ما احنا واخدين بالنا آآ من نقطة. ان ان انا كنت ما بشتغل سطر سطر طول السلوبيت. كنت بشتغل سطر من برا وسطر من جوه. فطبعا لما نيجي نعمل الرجل هنعملها بنفس الطريقة. علشان المية تبقى واحدة معنا. انا دلوقتي قفلت اهو اول سطر. انا عايزة الكم الرجل تديق معي. فباخد اخر حاجة في الكورنر. اهو بدأت اشتغل من جوه اهو زي ما انتم شايفين. قلبت الشغل. وبدأت اشتغل من جوه راجع. علشان المية بتاعة السلوبيت. مش قصدي المية. يعني يبقى روح الشغل كلها واحدة. ما يبقاش فيه حاجة آآ يعني انتي لو عملت الرجل غير نظام الشغل اللي فوق. هيبقى باين وهيبقى مش لطيف. انا عايزة الشغل كله اهو انا بحاول اللي وليكو. قفلت اخر سطر بتبقى عاملة ازاي? آآ بسيب غرزة عمود وقفل. علشان انا عايزة الرجل تبدأ تديق معي من اليمة. آآ حباها علشان ما تبقاش كلها آآ استريت او زي بعض. اهو بسيب اخر غرزة عمود واقفلهم الاتنين مع بعض. بحيس اني آآ اكمل بنفس الطريقة هتلاقوا الرجل بدأت تديق من عند الحجرة اهو. انا عايزة اوصل لكده. مش بتديق من بره ومن جوه. لأ بتديق من يمة واحدة. او من ناحية واحدة. هنبدأ زي ما انتم شايفين بشتغل من سطر من جوه وسطر من بره. علشان الروح بتاعة الشغل واحدة آآ ما يبقاش فيه شكل مش لطيف. لما بتيجي تعمل الكم او الرجل انتم لو اغدين بلكوا هتلاقي السطور كلها شبه بعض. انا عايزة اعمل تقريبا الرجل حوالي عشرة سنتي. آآ مع الواحد التاتيل احنا عاملينهم فوق فهتلاقي طول السلوبيت كله حاجة واربعين سنتي. انا مزودة شوية في الابعاد. آآ وعملت دلوقتي الرجلين. هي هم قد بعض بس التصوير بس مش لطيف. وبدأت اعمل سطر داير ميدور آآ عشان انا نضف الشغل بتاعي. وفي نفس الوقت اركب فيه الزراير زي ما انتم شايفين. وبكده اكون قفلت الرجلين وقفلت آآ الحردة بتاعة الرقبة وبتاعة آآ الشغل كله. دلوقتي انا عايزة اعمل شكل جمالي آآ للسلوبيت اللي هي الجزء اللي بيتعلق في آآ الزراير دا. فبدأت اواريكو عملي آآ انا بعمله كله آآ منه فيه. يعني عشان ما تخيطيش واتضيقي الطفل. فانا دلوقتي بدأت اعمل الاربع آآ غرز دول حشو. بالطريقة اللي انتم شفتوها دي. وحبدأ آآ آآ الف الشغل معي. واشتغل عموت فوق كل غرزة. فاشتغل تقريبا اربع آآ اعمدة. اهو. وحفضل الف الشغل في كل سطر. لحد ما خلص تمنتاشر سطر. آآ طبعا انت حرة في عدد السطور. المهم يكون آآ تدي براح للبيبي آآ لان السطور دي هتلف على كتف البيبي. فمش عايزين آآ يكون مدايقه. فانت تحاول تعمليها ببراح شوية. علشان آآ تبقى مش مدايقة طفل وهو لابسها. هي في الاول في الاخر تقريبا منظر آآ عشان تجمل الشغل هي ما لهاش اي لازمة غير شكل جمالي. انا حكمل بالطريقة دي تمنتاشر سطر. اهو انا عايزي يشتغل يمشي كده ويلف في اليمة التانية. اهو. انا عملت تقريبا تمنتاشر سطر. هوريكو هنقفلو آآ ازاي في السلوبت من الناحية التانية من عند الظهر. بلاش طبعا تسبتي من فوق هي بيتبقى شكلها حلوة لما بتقع من على كتف البيبي كده بشكلها لطيف. هقفلها بنفس الطريقة اللي انا ابتدت بيها. اهو بدخل الابرة واخد لفة واخرق. اللي هي حشو بس حشو خلفي شوية. طبعا ناخد بالنا من كل الخيوط اللي هتبقى آآ آآ نقفل شغلنا بنضيف يعني آآ في خيوط زيادات لما بتقفلي السطر او تقفلي الخيوط آآ بتبقى زي زي ما انا ما تيجي تقص الخيوط بيبقى في خيوط زيادة حاولي تقفليهم وتخليها ليها شكل جمالي. انا الوقتي حطيت زرار زي اللي انتو شايفينه ده وخيطته. هعمل الطريقة الناحية التانية بنفس العدد وبنفس الطريقة. اه انا كده خلصت الحملات. اه وكتبت اسمي اه بالخيط. دككته يعني اشتغلت عليها غرزة سقط او غرزة حشو. باللون تاني آآ على قد الاسم وتحركت بالاسم بالخيط بنفس الشكل اللي تشوفتوه دلوقتي. هقفل آآ الكم بنفس الطريقة اللي عملت بيها الرجل. برضو بشتغل آآ السطر من برا وسطر من جوة. والحتة اللي عند تحت الباط هي اللي هقفل فيها او حديق فيها الشغل بتاعي فاخر غرزة عمود ما بعملهاش وبقفلهم الاتنين مع بعض. زي ما هتشوفو دلوقتي. بس هي الفكرة ان بشتغل سطر آآ امامي وسطر من جوة الشغل او خلفي بحيث ان ميت الشغل او روح الشغل تكون واحدة ويكون ما فيش حتة باين فيها ان ده آآ الشغل فيه اتغير. السلوبت ده من اسرع السلوبتات تقريبا اللي اشتغلتها. آآ سهل جدا وما فيوش افكار يعني ما فيوش حاجة صعبة آآ وشكله حلو جدا جدا في في الحقيقة. اهو اخر سطر زي ما انتو شايفين حاولت اوضحه لكم سبت اخر غرزة ولقت اقفلهم الاتنين مع بعض اهو. وهالف الشغل بتاعي. عشان اشتغل اهو السطر من جوة. وهكمل بنفس الطريقة واخر السطر حسيب غرزة من العمود مهيش هقفل سطر الاخر وبعدين بقفلهم الاتنين مع بعض بحيس اني اديق الكم كل سطر. اهو سبت اخر غرزة وبدأت. اقفلو. هتلاقوا معاكوا آآ الكم بدأ يديق. تمام? الكم التاني هيتعمل بنفس الطريقة وبنفس الاسلوب. آآ حاولوا وانتو بتشتغلوا الكمين تكونوا شغالين الكمين مع بعض. علشان ما تطلق بطوش في سطر ولا حاجة. وعشان يبقى كمان معاكي بنفس الطول. وبكده اكون خلصت السلوبت بتاعي. ياريت لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة. واتفعالوا الجراز عشان يوصلوكم الكل جديد. ولو في اي حاجة سبها لي في الكومنتات بازن الله وانا هرد عليكم. باي باي.